لينا من عمان مراسل الغد يوسف البستنجي يوسف الملفات اللي فتحها اليوم أو بالأحرى فتحت اليوم في عمان مع يائر لبيد ولماذا عنونت اقتصاديا من قبل الملك عبدالله الثاني نعم داليا عنونت اقتصاديا لكن ما هو العمق لهذه الزيارة وهي زيارة تتبع زيارة من الجانب الإسرائيلي إلى الطرف الأردني والذي ربما أصبح الآن يسمى من بعض الجهات الإعلامية من الطرف الآخر بأنها علاقات دبلوماسية تبلغ الآن وتنطلق إلى ذروتها بين الأردن والجانب الإسرائيلي زيارة الرئيس الفلسطيني قبل يومين ما قبلها جو بايدن موجود في المنطقة في إسرائيل وفلسطين من ثم في مدينة جدة هذه جميحة سلسلة من اللقاءات ما قبلها بأشهر الرئيس الإسرائيلي كان متواجدا في العاصمة الأردنية عمان سلسلة من اللقاءات وهذا كله كما ربما لمح فيه أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني بإتصال هاتفي قال بأنها خطوات ومرحلة لا بد أن تسير بهذا الشكل نحو تعاون مشترك وتنصيق كون الأردن جزء لا يتجزأ إن تحدثنا عن الدور الذي جغرافيا على الأقل في هذه المنطقة بجانب فلسطين والوصاية الهاشمية على الأرض الفلسطينية متمثلة بمدينة القدس وربما استقلال الأردن الآن أيضا بورقة بأن هدوء واستقرار وهو كما تقول الأخبار بأن الملك على معرفة شخصية قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حط في عمان اليوم قبل قليل وأجرى مباحثات متعددة العنوين اقتصادية لكن ما بعد الاقتصاد هناك هم أمني في الأردن بسبب القضية الفلسطينية وهذا هم مشترك يعتبره الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين بالجانب الدور العربي الذي يسير به الأردن بجانب أشقائه العرب من مصر من الإمارات من العديد من الدول من السعودية لحل القضية الفلسطينية بعض الملفات هي اقتصادية نعم ولكن أبعادها جدا وعمق سياسي الطاقة هناك المياه هناك تم الحديث في ملفات أيضا ربما يكون تبادل خبرات في المستقبل ولكن هذا مشروط استقرار الموضع السياسي والأمني في الأراضي فلسطينية في هذا السياق توصيات هي اتفاقيات وهي تعاون مشترك بين الأردن وإسرائيل الآن الأردن كما ذكرت قبل قليل يحاول استقلال مرحلة الاستقرار الحاصل بعد هدوء ووجود لابد لأير في رئاسة الوزراء بعد عدم الاستقرار في البيت الإسرائيلي الداخلي الآن الأردن يحاول قدر الإمكان من ضمن الملفات أيضا مساندة الأشقاء في الحركة داخل فلسطين أو خارج فلسطين وخاصة نتحدث عن تنفيذ التوصيات التي أوصت بها الإدارة الأمريكية واتفقت معها في إسرائيل قبل أسابيع هذا الأمر ينعكس اقتصاديا هناك تكامل وهناك تعاون اقتصادي وعلى مجال الطاقة مجال المياه كما ذكرت هناك جسر الملك حسين قضية ربما ستثار بشكل آخر بعد أيام أو بعد مرحلة قادمة سيتغير الشكل ستنفتح الأمور بشكل أفضل سيتم تجديد هذا الجسر الذي أصبح يشكل أرقا للفلسطينيين المتنقلين بتوصية من الإدارة الأمريكية في بيت لحم ووعد للفلسطينيين هذه ربما ستنفذ على أمر الواقع التعاون على مجال الزراعة أيضا الأردني والإسرائيل الأردن يصدر ويستقبل أيضا من إسرائيل اللقاء اليوم كان يجمع الملك عبد الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن سلسلة من اللقاءات لمرحلة قادمة والأردن منفتح على هذه العلاقة وربما زيارة الجهات والأطراف الإسرائيلية تعطي القضية الفلسطينية دفع أفضل ربما في الأيام القادمة إن كان هناك جدية من الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما يراد تنفيذه في المرحلة القادمة شكراً لنا يوسف